نتحدث في هذا اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة سابعا ما يدريكه المأموم هو أول صلاته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصيحين فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا توضيح هذه الصورة تصور لو أنك دخلت مع الإمام في التشهد الأول فتتكى ركعتان هو سيقوم إلى الركعة الثالثة هذه الركعة الثالثة هي الركعة الأولى لك بمعنى لو أن الإمام أطال فقرأ الفاتحة وقرأ سورة بعدها وكذلك في الركعة الرابعة للإمام هي الركعة الثانية لك اقرأ إن كان هناك وقت وأطال الإمام تقرأ الفاتحة وسورة بعدها فما يدركه المسبوق هو أول صلاته